السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر والإخوة الموجودين في الخارج تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات عندي مدة ونحب نتحدث في الموضوع عن تاع الصمام سيما هو أني سمعت بعض المداخلات لمؤرخين وقرأت بعض الكتب والأبحاث لبعض الدارسين سيما منهم طلبة الجامعات سواء تعلق الأمر بأبحاث في الليسانس ولا في الماجستير وتكونت عندي قناعة سيما هو أنه عشت في الجزائر وفي الخارج ولما نقول هذه المسألة أنه عشت في الجزائر وفي الخارج ربما بعض الناس من أصحاب الفهم الساقيم يقول لكم وش علاقة الأمر هذا بالتاريخ عنده علاقة لأنه الدراسة تعلق الموضوع الآن في 2018 تختلف على الدراسة تعلق الموضوع في 1962 مثلا كيف كي أن هناك علوم الآن رها موجودة تستطيع من خلال استعمال هذه العلوم هو أنك تستنبط أحكام أو تدير دراسات نعطي لكم كمثال سوسيولوجيا كيفاش أنت تقرأ المجتمع أثناء ثورة أنثربولوجيا تحليل النفسي كيفاش أنت تعرف كيفاش تتركب الجماعات كيفاش هذه المسألة أنت الزعيم إلى غير ذلك من المسائل تحقيقات تحقيقات القضائية العلم انتع الإدراك كل هذه المسائل تستطيع أنت هو أنك تستخدمها في قراءة موضوع معين نسليهما عندهم علاقة بالموضوع عند انتع القراءة كي أن هناك قراءة متعددة وذلك نجيه إن شاء الله للموضوع هذا انتع الصمام وتقدروا أنتم فيما بعد تصدروا الحكم انتعكم كي أن هناك قراءات متعددة كي أن هناك القراءة الأدبية كي أن هناك القراءة الأخلاقية كي أن هناك القراءة النقدية كي أن هناك القراءة الموضوعية كي أن هناك القراءة المغرضة إلى غير ذلك من المسائل فيما بعد انتم تقدروا تصنفوا قال هذه القراءة للموضوع انتاع المؤتمر تع السمام والله غير هذه قراءة موضوعية قال والله هذه قراءة مغرضة لأن السيد هذا قراءة وحب هو يستغل القضية وحب هو يحرفها أو حب هو يستغل القضية يستغلها لشخصه أو يستغلها لكذا تقدروا انتم فيما بعد تصدروا الأحكام نفس الشي فيما يتعلق بالتحليل التحليل يكون بناء على معطيات مش كلام هو انك انت تتكلم مبني على معطيات لما انت تستخرج الأفكار الرئيسية اللي جابها المؤتمر كينا بعض التفاصيل اللي ما تفيدش التحليل تستخرج الأفكار الرئيسية وتحاول هو انك انت تعطي أمثلة على جل بش انت تستدل ببعض الأشياء قال هاي القضية مثلا هذي انتاع المؤتمر انتاع الصمام ها القرار هذا انتاع الأولوي انتاع السياسي على الأسكري تعطي انتاع القراءة تعطي القراءة أو تعطي الأدلة بش فيما بعد هذا المستمع اراه رايح هو يقتنع بهذه القراءة مش انتجي تستغل هذه المسألة وتحولها إلى غرص سياسية أو ربما لتصفية تحيسابات سواء مع منطقة تاع القبائل أو أمر واحد أخرى أول شيء اذن هو أننا ندرس المجتمع دراسة يعني صحيحة أنا ذكرني رايح نعطي لكم كم يقولوا رؤوس الأقلام فيما بعد الناس الطلباء اللي رايحين هم يديروا أبحاث أو رايحين هم ربما يديروا دراسات أو حتى الدكتورة لما لا في هذا المسائل رايحين يخذوا هذا الكلام بعين حسبا لابد إذن قبل ما نحكيه على هذا المؤتمر تعال الصمام لأن هذا المؤتمر تعال الصمام هو رأي حلقة من الحلقات ومحطة من المحطات ما تقدرش انت تناقش الموضوع هذا انتاع مؤتمر تعال الصمام بمعزل على أحداث واحدة أخرى من بينها تفجير تعال الثورة من بينها الحزب انتاع مصالي الحاج من بينها الجمعين تعال العلماء المسلمين من بينها ثورات الشعبية من بينها ثورة تعالأمير عبدالقادر إلى غير ذلك من المسائل لا تقدرش انت تعزل هذا الحدث لا تقدرش انت تعزلوا على أحداث واحدة أخرى إذا لابد من قراءة المجتمع الجزائري أثناء الثورة وتعرف أنت الأسباب الثورة فيما بعد لما تلحق للمحطة هذه المؤتمر تقدر أنت تفهموا في السياق ماشي جاهك ذك كيف الصدفة يأتيك واسمه زيغود يوسف من شمال القسنطيني مش صدفة كان هناك تخطيط فيما بعد نحكي عن الظروف تاع الثورة والظروف تاع المؤتمر تاع الصمام نجيو لها فيما بعد لكن لابد هو أن نفهموا كيف حتى انطلقت الثورة فيما بعد نجيو للتنظيم من تاحها لأن هذا المؤتمر تاع الصمام هو مسألة تنظيمية المجتمع الجزائري إذن في تلك الفترة كان خاضع للاستعمار والاحتلال الفرنسي وبالتالي كانت المدرسة الكولونيالية هي السائدة في الجزائر اللغة الفرنسية هي السائدة في الجزائر بالقوة في المقابل كانوا ناس رفضين هذاك الفكر الكولونيالي وكانوا يقاوموا حسب الإمكانية تاعهم لابد هو أنك تعرف باللي راه كأن الثورات قامت منذ 1830 وكل هذه الثورات تكسرت وفيما بعد كأن الناس اللي هما استسلموا وكأن الناس اللي هما ندمجوا مع الناس اللي هما جاءوا في ظرف الاحتلال بدليل هو أنه تلقى نواب في البرلمان وهذا هزوا الأسماء انتاحهم باش تفهموا فيما بعد هذا المؤتمر تعصومة وتفهموا اتفاقية تائفية وتفهموا الفكر هذا إذن كان هناك تأثير متاع الاحتلال على التقاليد على الدين على اللغة على كثير من الأشياء المرتبطة بالمجتمع الجزائري لذلك كانت هناك ردود أفعال من طرف المجتمع الجزائري سواء تعلق الأمر بالثورات الشعبية أو بالمسألة هذه أنه صار المجتمع الجزائري ينقم على المحتلين وبالتالي جاءت هذه العلماء المسلمين وهذا الحزب تعمل صاري الحاج وكتهجوا في ظروف أيضا لأنك أنت لا تقدرش تفهم هذه المسألة عن الثورة بمعزل على الحرب العالمية خطر جرات الحرب العالمية الأولى وجرى السقوط هذه مسائل لازم تديروا لها ربط سلسلي واحدة بواحدة باش تفهموا السياق فيما بعد السقوط منتع الدولة العثمانية لأنه جاءت فيما بعد أشياء واحدة أخرى جغرافيا جغرافيا قسموا دول وضموا دول واحدة أخرى وخلقوا نظام جديد لما جاءت هذه الحرب العالمية الثانية أيضا داخلها في هذه السياق إذن لما جاءت الحرب العالمية الثانية ما جاءتش هكذاك برك وإنما فيه تخطيط وفيه محاولة للسيطرة على العالم من بعد وشيشي اللي صار بعد الحرب العالمية صارت هذه المجازر نتاع ثمانية مايه خمسة وربعين هذه المجازر نتاع ثمانية مايه خمسة وربعين خلات المجتمع الجزائري ينقم من فرنسا وبدأوا ناس يفكروا في العمل المسلح لأنه شايفوا باللي هذيك المشاركة في البرلمان وهذيك انتاع انك تناظل في حزب تحت السيادة اندعى فرنسا ما عندها احتمانة هراكي شغل انت الذوب فقط بالتالي لابد من المواجهة انتاع هذا الاستعمار بلغة السلاح ومن هنا بدأوا هما يفكروا في هذه المسألة انتاع المنظمة الخاصة ولا المنظمة السرية هذيك وبدأوا هما يفكروا في العمل المسلح لكن فيما بعد هذا التنظيم اللي يداروه بعد ما كانوا هما يبدأوا يهيئوا في الناس على جلبه ومشي تكون هناك يعني عملية تعتوعية وتعتدريب في صفوف الناس المقتنعين بهذا الفكر انتاع العمل المسلح صارت البيعة وفيما بعد كي الناس اللي يدخلوا للسجن منهم بنبلة ومن بعد فجروا هذك التنظيم هذك انتاع المنظمة هذيك اللي يداروها ولكن بقاوا هذك الناس اللي مأمنين بالفكر هذك انتاع العمل المسلح بقاوا مواصلين في النهج انتاعه لانه قاضية انتاع النظال إذا ما لازم ناشحنا نجيو مباشرة للمؤتمر تاع الصمام لازمنا نربطوا هذه الاحداث ولازم ندرسوها بدراسة موضوعية حتى باش نفهمه فيما بعد السياق انتاع المؤتمر تاع الصمام لانه الان احنا لما انتجي تقيم مثلا الاستاذ لما يجي قيم هو التلميذ انتاعه حط ورقة قال هون اخطأت كين هذي بعض المسألة هذي رك ما كنش فيها مليح هذي مسألة لازمك تجتهد على الجل باش تطلع على المورال تاعك وقال يوجهلونها صحيح وكذا الثورة نفس الشي لما تجي انتاع ذلك تقيم الثورة تقيمها بناءا على المعطيات وتقيمها تقييم موضوعي ما لازمش انتا تجي تروح انتا تهزلي محطة قال هذا المؤتمر تاع الصمام وتهزلي شخص قال ما تنظك هذا عبان رمضان تبني انتا موقف عليه لا المؤتمر تاع الصمام هذا ما جاش هكذاك وحده ولم ينطلق من ذاته وانما جاء في سياق انتاع ثورة وهو محطة محطة تاريخية لا شك في ذلك وانا شخصيا يعني كتبت في هذا الموضوع وطرحت بعض الاسئلة وقلت هذا منعرج منعرج خطير لماذا تكون جيوا ان شاء الله على جل باش نتحدث في هذا الموضوع ونمد انا القراءة انتاعي للقاضية هذه بالذات اللي حدث عليها اشكال كبير هذه القاضية انتاع اولوية سياسية على العسكرية وكنت جيونها فيما بعد قضية قلت اذا انا هذا انتاع منعرج خطير مرة انتا تكون تمجي في طريق وفيما بعد كانت فيراج فيراج هذاك او قادر تتقلب فيه ولذلك يكون منعرج خطير هذاك الفيراج هذاك نفس الشي فيما يتعلق بهذا المؤتمر تاع الصمام كان عبارة عن منعرج خطير لماذا لانه ترتبط عليه بعض الاشياء اللي انجيليها فيما بعد وهذا لا يعني من انه المؤتمر هذا انتاع الصمام يعني ما فيهش اشياء ايجابية لا انا نقرأ القراءة الصحيحة ان شاء الله وندير القراءة الموضوعية قال مثلا هذا فلان اغلط هاو القضية اللي اغلط فيها وهاو الرأي الصحيح وهاو رأي السديد حسب القراءة انتاعي الموضوعية مجتمع الجزائري كان في ظل يعني استعمار وبالتالي الاستعمار هو استهدفوا في الهوية انتاعوا استهدفوا في التقاليد انتاعوا استهدفوا في الدين انتاعوا الى غير ذلك من المسائل وبالتالي كانت هناك ردد افعال كانت هناك ثوارات شعبية الى غاية هو انه الناس اقتنعوا باللي لا بد من العمل المسلح لانه هذا التجربة اللي خاضوها تجربة سياسية بحيث انه شاركوا في البرلمان وشاركوا في فكذا ما ادتش الى النتائج وبالتالي لا بد من العمل المسلح شي اللي اللي بدأوا ما يقوموا فيه هو انه كان الناس اللي هما تمردوا على مصالي الحاج كانوا يقولوا باللي هذا مصالي الحاج حب يتربب علينا وحب هو يقول لي زعيم وحب هو كذا وحب كذا بالتالي احنا هذا الطريق هذه ما تخرجناش خرجوا عليه اذن الفكرة الاساسية هي العمل الجماعي كان يحارب في الزعامة او ضد مصالي الحاج على المسألة هذه تحت الزعامة ومن بعد يقول لي حط لي انا عبان رمضان زعيم اذن الفكرة الاساسية هي محاربة الزعامة او نفس الشي هذا لا ينطبق الامر فقط على عبان رمضان على كريم بالقاسم على ايد حمد على ابن بلة عليهم كامل ينطبق هذا الامر تحت الناس اللي هم يمشيوا في هذا الاطار تعز عامة اذا نرى انا شفنا باللي يعني يولوا باختصار المجتمع الجزائري كيفاش كان كانت الناس محطمة للاسف الشديد الى اغاية هو انه كان الناس اللي ذابوا خلاص صاروا امنوا بالاندماج وراكم تعرفوا البقية بما فيها ايضا النشر انت عن الخوزع بالات عن طريق الناس اللي هما دخلوا بعض العادات والتقاليد اللي هي مش من المجتمع الجزائري دخلوا بعض المشعوذات صارت الناس تروح للمقابر وتدير بعض الاشياء في الامر تعالي عرس في الامر تعالي الزواج والطلاق دخلوا بعض الاشياء اللي هي ليست من صميم الاسلام وانما لديانات واحدة اخرى قدروا هما يدخلوها في الدين انتع المجتمع الجزائري لماذا عارفين باللي هذا الدين اذا كان فهمته الناس فهم صحيح بالتالي هو رايح في ناس كثيرين لذلك هو ما استهدفوا الدين واستهدفوا اللغة لانه ما تقدرش انت تنشر الاسلام في تلك الفطرة بدون اللغة العربية واللغة العربية كان بعض من الناس اللي هما يحصلوها في بومدين وفي بنبلة اللغة العربية موجودة منذ الفتوحات الاسلامية حتى باش مجيوش يطننهوكم يقولوكم بلها وبومدين هو اللي راه وفرض اللغة العربية وجاء ودار 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 الان تحدثنا اذا على دراسة انتع المجتمع الاسباب انتع الثورة نتحدثو اذا على القضية انتع الربط انتع الاحداث في سياقها التاريخي قال انتاذو مثلا هم الجماعة كيفاش كانوا مناظلين قال مثلا في حزب الشعب منهم اللي كان هو تحت اللواء التعالى الجماعية التعالى المسلمين لما انتت تفهم كيفاش هما تمردوا علام الصالح الحاج فيما بعد كيفاش داروهم البيانتاع اول نوفمبر حاولوا انك تقرأ البيانتاع اول نوفمبر اقراه اقرا البيانتاع اول نوفمبر شوف ما الذي يربط نوفمبر بالمؤتمر تاع الصمام شوف ما الذي يربط مؤتمر الصمام بالاتفاق يتاع ايفيون وفيما بعد انت تبدأ تقيم تبدأ تقيم قال هذه غالطة هذه صحيحة هذه غالطة هذه صحيحة هذه هي المسألة لابده ان الانسان يقرأ قراءة موضوعية هذه الناس اللي هما اقتنعوا على جلبة شوما يفجروا الثورة في الجزائر شكون هما هما مجموعة من الشباب الجزائري اللي هما ستة اه العربي بن مهدي مصطفى بن بولعيد اه ربح بيطاط اه واسمه ديدوش موراد اه محمد بوذياف وكرم بالقسم هل ترى في الناس هذو الستاء هل ترى كان هناك عسكر معهم باش نفهمه فيما بعد في المؤتمر تعالصمام هذه المسألة انتع الاولويه انتع السياسي والعسكري هل ترى هذي الناس سياسيين والله عسكريين ويهل ترى على جل باش نفهمه كي مويتكم انا السياق ونفهم المؤتمر تعالصمام فهم صحيح هل ترى هذو لو كان هما جاوي امنوا بالعمل السياسي هل تمردوا على مصالي الحاج ولو كان جاوي هما يامنوا بالزعامة هل تمردوا على مصالي الحاج اصلا هذو الناس هما امنوا بالعمل الجماعي وامنوا بالعمل الثوري بالتالي ذوك هما لما فجروا الثورة لو كان مثلا كانوا هما دائرين تنظيم تنظيم هذك اللي هو تفجر قضية عن المنظمة الخاصة وكان هما كانوا دائرين تنظيمه للثورة ودائرين الهيكل تاحا والاطر تاحا وكذا لكن ممشيتش لانه تكون لها فرنسا بالمرصاد هما الشي اللي داروه وشي هو جاءوا افكار جديدة من بينها اولا عمل الجماعي هذه مسألة لازمكم تنظروا لها جيدا وتبحثوا فيها المسألة انتع محاربة الزعامة والحاجة الثالثة وهي الاساسية هي انتع عنصر المفاجأة هذا العنصر تاع المفاجأة هو اللي اربك السلطة الفرنسية لماذا؟ لانه حدو التاريخ انتع تفجر الثورة في اماكن مختلفة بالتالي عمو هذاك العمل صار عنده طابع وطني ايضا مسألة مهمة لما نبحثو نلقاهو باللي هذا كريم بالقاسم لم يكن موجود في المجموعة انتع 22 وبالتالي هما اضافوه هذا مما يعني من انه فيه فكر اللي هو يامن باللي خوضا تاع الثورة بدون المنطقة تاع القبائل ما راح شرح يؤدي حتى النتيجة حتى باش تفهموا هذا الناس اللي الان راح يتحثوا على منطقة القبائل اللي راح يستغلوا في مواضيع مختلفة من بينها لتاع المؤتمر تاع الصمام هما يطعنوا في الثورة في حد ذاتها كائن منهم اللي ما هوش فاهم المسألة وكائن اللي هو يأول فيها لاغراض مختلفة اذا هما حبوا يشاركوا المنطقة تاع القبائل باش يعطيوا البعد الوطني للثورة الجزائرية حتى باش نفهموا فيما بعد لماذا مؤتمر الصمام جاء في المنطقة تاع الصمام هذي مسائل لازمكم تفهموها فهم صحيح ذرك هذا البيان تاع اول نوفمبر وش فيه وش فيه هذا البيان تاع اول نوفمبر هذو راهم علنه باللي راهم جزائريين هاو الاهداف اللي هما جوا من اجلها كائن منهم اللي هو استشهد وكائن منهم اللي يبقى الى غاية ما بعد الاستقلال منهم ربح بيطاط منهم محمد بوظياف ومنهم كريم بالقاسم كائن اللي قاعدوا بعد الاستقلال وهم فيما بعد كائن كل واحد والظروف تعلي المس بها ذرك هذا الناس اللي ما فجروا الثورة اذا ما كانتش عندهم هذا العقلية انتاع عسكري وسياسي وانما فجروا الثورة والقاوا بها للشعب الشعب اللي هو فيما بعد واحت ظنها فيما بعد الأسباب هذه انتاع المؤتمر تعالصمام والتنظيم انتاع العمل المسلح والإدارة انتاع المؤتمر تعالصمام وحتى المركزية هذه هذه كامل لا يجب أن نفهمها ، أولا اسباب انتاع المؤتمر تعالصمام المؤتمر تعالصمام هذا لم ينطلق من ذاته وانما كان هناك اسباب ذركه مرحى مفجر الثورة لو كان كما قلت أنا من الأول داروا لهالتنظيم ما كانتش تمشي وبالتالي لما مشات مدة معينة لا بد من تنظيمها لأنه إذا كان ما تنظمتش فيما بعد راح تنحرف أو ربما يجيوا ناس اللي هما يستغلوا الثورة ويحرفوها على المسار تاحها إذن لا بد من التأطير تاحها ونعطي لكم كأمثلة أمثلة من أرض الواقع فيما بعد بطبيعة الحال القاضية نتعى الاستيعاب كل واحده والله يسهل عليه نعطي لكم أمثلة من الواقع وذلك نعود نرجع للنقطة هذه بالذات نتعى الأسباب نتعى المؤتمر السمام ونجيوا إن شاء الله نمشيوا فيها وحدة من ورختها نعطي لكم مثال القاضية نتعى الجماعات المسلحة كان حزب نتعى الفيس حزب منظم عنده الممثلين نتعوا على مستوى 48 ولاية كين رأساء البلديات إلى غير ذلك حدث الذي حدث في الانتخابات الشريعية والشي اللي حدث هو أنه بعد ما كان هذا الحزب منظم فيما بعد جاءوا ناس اللي هما داروا العمل المسلح اقتنعوا به سواء بتحت تحت الإشارة من تاع القيادة من تاع الفيس أو داروه بالمفرد من تاهم هما طبيعا نتعى النظام وراه هو متحكم على مستوى 48 ولاية يستطيع هو أنه يخترق يستطيع هو أنه يصل إلى المعلومة عنده العملاء نتعه وعنده كذا هذو فيما بعد وش داروا داروا اللقاء هذك اللي يسموه هما بالوحدة وعنده ظروف تاعه اللي جات فيه المؤتمر تاع الصمام هذا راهو جاء بعد انطلاق ثورة جاء بعد انطلاق ثورة شوفوا غير فقط هذا المؤتمر هذا اللي انتعى الصمام وشوفوا لهذا الاجتماع هذا والله اللقاء هذا انتعى الوحدة وش اللي يصرى فيه صرى فيها راهنا شفنا راهكين تسجيلات موجودة وين أنه يتحدث فيها محمد السعيد ويتحدث فيها هذك عبدالزقر الجام ويتحدث فيها واسمه سعيد مخلوفي فيما بعد سعيد مخلوفي خرج من اللقاء تاع الوحدة هذك وقال باللي راه المخابرات راه تلعب وراها الدير وكذا وكذا نفس الشي نفس الشي في المؤتمر تاع الصمام ولكن هذا لا يعني انه المؤتمر تاع الصمام ما فيش اشياء لنظمة الثورة او قال مثلا الناس راه عملا لا كين اختراق اختراق كين بعض الناس اللي هما راههم عندهم يد او ربما راههم خرجوا معلومات او كذا او كذا او كذا وكنت جيوا لها ان شاء الله وحدة بوحدة المؤتمر تاع الصمام هذا اذا هو انه كان هناك ثورة في انطلقت في الجزائر كان بعض القيادات اللي هما استشهدوا من بينهم اسمه مصطفى بن بولعيد واللي ايضا العملية انتا الاستشهاد انتا وهذهك تبقى محل تساؤلات نجيوا لها ان شاء الله ربما في تسجيلات او في ابحث نجيوا لها نحاولوا نبحث في الموضوع هذا وننتكلموا عليه ايضا استشهدوا اسمه ديدو شموراد الاخر ذاك محمد بوذيافره في مصر وش اسمه الاخر ذاك ربح بيطات حكمه في السجن الى غير ذلك ذرك من خلال التصريحات من خلال المداخلات اللي راه موجودة ومتوفرة الان في 2018 لما نسمع للمداخل انتا احمد بن بلا وتسريحات انتا فرحة عباس والكلام اللي قالوا يوسف بن خداء نفهمه باللي هذا العلاقة انتاع الاتصال بعبان رمضان لم تبدأ بعد المؤتمر تعصمم وانما كانت قبل المؤتمر تعصمم بمعنى انه التفكير للتفاوذ مع فرنسا كان موجود والسؤال المطروح اينش هذا الناس فجروا الثورة لماذا فجروا الثورة لو كان جوه ماذا قال مثلا يتحاوروا مع فرنسا يتحاور معها مصالي الحاج يتحاور مع فرنسا ويتفاوذ معها وقالوا ادي احنا اعطيونا كذا وعطيونا كذا ونعطيوكم كذا ونعطيوكم كذا وانتهى الامر علاش فجروا الثورة اسئلة هذه اسئلة مطروحة كانت نية اذن انتاع الاتصال بفرنسا وراهو ذكرها حمد بن بلا وراهو ذكرها فراحة عباس في التسجيل اللي راها موجودة في الموقع انتاع اليوتيوب بامكانكم هو انه تبحثوا عليه وتلقوه بن بلا هو تحدث فيها في القضية كنت شهد على العاصر هذه معها واسمه احمد منصور في الجزيرة تقدروا تبحثوا عليها وتلقوه وش قال احمد بن بلا ولكن القراءة انتاعي انا اذن كنجي لها ان شاء الله مش هو الكلام اللي قاله بن بلا قراءة انتاعي خاصة في كلام احمد بن بلا جزء من الحقيقة ولكن مش مثل ما انا اتصوره ذركهما لما فكروا باش يديروا المؤتمر تعصمهم اذن كن بعض القيادات اللي استشهدوا ولا بد من اعطاء ديناميكية للثورة وإلى راها راح تفشل لانه لما تستهدف الرؤوس ذركهما راها مبانو قال ها هو بن بلا قال ها هو واسمه ايتحمد قال ها هو كذا وذركه نجيه فيما بعد القضية انتاعي اختطاف تاحهم اختطاف تاحهم في الطائرة قال ها هو بن بلا ها هو ايتحمد ها هو خيضر ها وكذا ماتوا ناس قال ها هم ديدوش موراد الى غير ذلك من القيادات اللي ماتوا في تلك المرحلة لما بدوا يعرفوا التنظيم تاع الثورة اذن لابد من عملية تنظيمية اخرى حتى باشياء تبدأ تثبط الامور وتعطي ديناميكية جديدة لثورة بدوا هما يفكروا في هذا المؤتمر تعصمهم مبدأت الاتصالات مباشرة بهذا زيغوديوس كان فيه واحد من الطلبة تصل به واقترح عليه هذه القاضية بلي لابد من تنظيم مؤتمر زيغوديوس هو تصل بالمجموعة اللي دايرين به وبدأوا في اتصالات المهم هو ما وصلوا على جلبة شما يديروا مؤتمر فيما بعد ظروف تاع الحرب هي فرضت بعض الاشياء ما تقدرش انتا ذوك قال مثل انا انه رح ندير مؤتمر في الجزائر رك فيه حرب في ظل تاع حرب ما تقدرش انتا قال انا ندير مؤتمر في مكان معين ماكش انتا يتحكم فيه رك انتا في ظل وضع انتا حرب لازمك تتعامل معاه بالتالي طبيعة الحرب هي فرضت على جل باش يغيروا المؤتمر من مكان الى مكان الى غاية وين انو وصلوا هما كانوا يفكروا على جل باش يديروه في المنطقة هذه انتا قلعة بني عباس لانها عندها رمز تاريخي سيماوي انها مرتبطة بواحد من القادة تاع الثورات الشعبية اللي هو الشيخ المقراني من بعد هما مش كل حاجة انت تحسب لها كما كنت اقول لكم انا اديرها كي ان بعض الاشياء اللي هي فرضة تروحها من بينها هذه المسألة هذه انتاع البغلة هذه مسألة انتاع البغلة كانوا ماشيين رايحين يديروا المؤتمر تاع الصمم في هذا المنطقة اللي كنت اقول لكم انا عليها من بعد صارت فيه اشتباكت مع الجيش الفرنسي هذا البغلة كانت حاملة وثائق راحت بالوثائق انا شخصيا في هذا النقطة بالذات هذه المسألة انتاع البغلة كان الناس اللي هما يقرأوا هكيمك تنقول لكم انا قراءة مغريضة وكان بعض الاسئلة من حقهم هما انه يطرحوها قال مثلا في هذا الوقت هذاك فرنسا هي هزت وثائق وهزت كذا وبالتالي هي استهدفت شخصيات بعينها من بينها قال العربي بن ميدي او من بينها زيغود يوسف مثلا توضحت لها المسألة واستهدفتها ولكن انا كيفاش نقرأ هو انه ينتقلوا من هذا المنطق انتاع البني عباس حتى باش يروحوه هما هذا المكان هذا اللي يسميوه افري كيفاش نقرأها انا نقرأها قراء انتاع الخاصة تبقى هذه قناعتي الخاصة ما نشكي ما احنا الان نرى في 2018 بحيث هو انه قال مثلا راه هذه الوسائل انتاع الاتصال موجودة قادر انت قال مثلا تكستو تفوتوا انت الجماعة اللي رام معك وقال لو ادي راه هذا المؤتمر هذا راه مؤجل ورانا نلتقيه بعد شهر من الان في المنطقة الفلانية مثلا ما عندكش هذه الظروف هذه قلت لك طابعة الحرب كانت الناس ما عندكش حتى تليفون والناس حتى في تنقل التاحة يتنقلوا على البغال ويتنقلوا على الحمير وكان اللي يمشيوا وهذا البغلة بالذات هي كانت تدخل في هذا الاطار يقولوا باللي هذا محمد السعيد كان هو يمشي عليها والله العظيم جاتني انا قاعد نفكر في الموضوع عقدت فكرت الناقة انتاع الرأس صلى الله عليه وسلم الناقة كيفاش كل واحد راه هو حاب يديها المنطقة انتاعه ومن بعد قال لهم الرسول على السلم قال لهم داعوها فانها مأمورة انا جاتني هذا الفكرة وانا نفكر في الموضوع هذا انتاع البغلة واحد حاب يدي المؤتمر هذا يديره في الولايه الفلانية واحد حاب يديره في الولايه الفلانية ربي شايف باللي المؤتمر يجري في المنطقة انتاع السمام وكما كنتم قل لكم انا في هذه المسألة هذه انتاع ادراج انتاع المنطقة انتاع القبائل ما جاشه غير هاكذا يقبرك هوما لو كنت لما يديره المؤتمر انتاع السمام في المنطقة انتاع القبائل فيما بعد فرنسا قال راها تسمع باللي رامديرو مؤتمر تعصمه موش راها رايح يكون راها رايح فيما بعد يكون ردود فعل ردود فعل هي المضايقة انتع بعض الناس هي قتل الناس هي كذا هي كذا فيما بعد هذ الناس اللي ما كانوش مأمنين بالثورة في المنطقة انتع القبيل يصيروا مأمنين بها ويصيروا هما مقتنعين بهذا العمل الثوري وايضا يصير عندها طابع وطني قال المسألة هذه يرى لا تخص فقط الاوريس راكم تشوفوا راها المنطقة انتع القبيل وهم دوروا فيها مؤتمر وراهوا فيها لقاء وطني اذا عندها بعد وطني صحيح هو انه عبدان رمضان عنده ثقل في المؤتمر تع الصمام وحب هو انه يطرح بعض المسائل وهذه ذوق نجيه لها نجيه لها في هذا الاطار بالذات انتع المؤتمر تع الصمام اذا المؤتمر تع الصمام هذا هو وش جباشي دير جباشي نظم العمل المسلح جباشي دير الادارة كيف تدار الامور في هذا العمل المسلح وايضا جاء باعطاء ديناميكية جديدة للثورة الجزائرية فيما بعد نقاش الصراع داخل هذا المؤتمر كي بعض من الناس اللي ربما عندهم حتى تحفظ على كلمة مؤتمر يقول لك أنا ما نقولش مؤتمر هذا لقاء موش مؤتمر كيفش موش مؤتمر يا رجل موش مؤتمر وتقول لي مؤتمر طارابولس موش مؤتمر وتقول لي مؤتمر تع القاهرة علش نقشو في الامور بالخلفيات علش لماذا علش تنقشو في الامور نقاش غير موضوعي حتى متناقض وتبينوا حتى كان منهم اللي هو ينقش في هذا الامور بمنطلق عنصري علاها ترك حبيت تدير قراءة موضوعية من أجل الخدمة نتاع البلاد اتجرد من الذات نتعك اتجرد من الأهواء نتعك اتجرد من الخلفية نتعك ومد قراءة وخلي فيما بعد الناس تصدر الإحكام نتاحها إذن هما لما داروا هذا المؤتمر كانوا يهدفوا عن جلبشه يديروا ديناميكية جديدة وعطاو تنظيم تنظيم بحيث أنه نقشوا بعض المسائل ولكن كان بعض الأشياء اللي هما نقشوها أنا كيفاش نقراها نقراها القراءة نتاعي الخاصة بعد المراجعة وبعد المطالع نتاعي بعض الكتب وبعض الاستماع لبعض الشهادات وقراءات بعض الأبحاث القراءة نتاعي الخاصة اللي أنا وصلت لها هو أنه هذه المسألة نتاعي الأولوية نتاعي السياسي على الأسكري والمسألة هذه نتاعي الأولوية نتاعي الداخل على الخارج هذه هي المسائل من المفترض ما تناقش في المؤتمر تاعي الصمم ونقول لكم علاه كان بعض من الناس الآن في 2018 يقول لك باللي لو كان هما فصلوا في هذه المسألة ولو كان الناس مشاهدة هكذا ما راناش وصلنا إحنا الوقت هذا اللي رانا فيه أراه هو العسكري هو اللي حاكم لا رك خلط في حسابك ما لازمش أنت تناقش لي ظروف انتاع الاستقلال إلى الظروف انتاع الثورة وظروف تاع الحرب في ظل الظروف تاع الحرب باش ما تكونش ما تناقض مع روحك وباش تمت قراءة سليمة وقراءة موضعية للموضوع هذا انتاع متمرصومة او غيرها من المواضيع ظروف انتاع الحرب ما لازمش أنتناقش فيها انتا هذا الموضوع انتاع أولوية سياسية على العسكري على وش انت قامت الثورة على وش قامت قامت على الجل باش يديروا سياسة ولو كان مبقاوا معهم بصالي حاجة لماذا يديروا الثورة هما يديروا الثورة من اجل الرشاش والكلاش والبندقية والبرود ما ديروا هاش على جلبش هما يديروا هذي الامور سياسية باش يجي تقول انتا لك المسألة هذي انتاع أولوية سياسية على العسكري باش تعطي زعم انتا قامت على عندك طموح انتا للرئاسة او طموح سياسي اتجي انتا تفسر هذك الامر على اللي هو انتاعك او على الرغبات انتاعك لا يا اخيرك خالط هما ديروا الثورة المؤتمر تاع الصمام هذا راهو دخل في هذا الاطار مناقشة الموضوع هذي انتاع أولوية السياسية على العسكري موش وقتها هذي تناقشها لما تبنى دول الجزائرية الحديثة تناقشها لما يخرج الاستعمار والأذناب انتاعه تناقشها في ظل البرلمان في ظل حكومة شرعية كان بعض من الناس يتحدث لك عن الحكومة الشرعية وحكومة الشرعية كيفاش انتا تطعن في مؤتمر تاع الصمام وتجي تقول لي حكومة شرعية مش كوني نيجت الحكومة شرعية جاء بهذا مؤتمر الصمام سواعن الحكومة اللولة ولا ولا الحكومة الثانية هو التنظيم هذك اللي دعوه في مؤتمر تاع الصمام اذن كان فيها اشياء ايجابية وكان فيها اشياء اللي موش وقتها وقتها لماذا لانه هذيك الاشياء اللي موش في وقتها ناقشها في تلك المرحلة في ظل الحرب خلات الناس يتشك خلات الناس تشك وولات الناس تقول بلي هذا عبا رمضان نراه عنده علاقة بالسلطات الفرنسية انت لما تشوف انت بلي في فرحة عباس بعد الاستقلال ويصرح في بعض الصريحات واذا تفهم واذا يجعلك تفهم يجعلك تشك لكن ربما عنده نظرة واحدة اخرى هذي الناس هما تشوفهم تلقاهم مكانوش لا في المجموعة انتها 22 ولا في المجموعة انتها الستة ولا حتى في المؤتمر تاع الصمام ومن بعد تلقاهم انتها في في حكومة والله تلقاهم انتها في المفاوضة تتعايفهم من حق باش تسأل انتها اذا كان فيه ناس ما كانوش هما من البداية مع الاندي لعنتها الثورة وما كانوش مع المجموعة انتها 22 ولا مجموعة انتها الستة وربما منهم حتى اللي ما كانش حتى في المؤتمر تاع الصمام من بعد تلقاهم انتها سي محمد اراه في الحكومة المؤقتة يطلع لك عليها رئيس وفيما بعد تلقا انتها لما انت تتبع وتربط الاحداث بعضها بعض تلقاها وششي اللي يربط اول نوفمبر بالمؤتمر تاع الصمام ووششي اللي يربط المؤتمر تاع الصمام بالاتفاق يتايفيون وفيما بعد انت اقرأ القراءة الموضوعية ذرك هذا الناس هذو اذا لما داروهم المؤتمر تاع الصمام هام على ويه داروه وهام على وش جات هذه القاضية انت على المؤتمر تاع الصمام في المنطقة انت على الصمام بالذات وهاي الظروف اللي ينعقد فيها المؤتمر تاع الصمام ما لازمش الان حنا في 2018 تروح انت تقرأ قراءة مغريضة للموضوع لازمك تقراها بقراءات باستخدام العلوم هذه قالت قرأتها قراءة سوسيولوجية تقرأها انت قراءات مختلفة لازمك تحلل الموضوع هذا تشوف الشخصيات هذه تشوف الخلفية انت عهم كيفاش يقرأه وكيفاش درسه في المدرسة الفرنسية الى غير ذلك من الموضوع حتى باش تقدر فيما بعد انت تستنبط هذيك الاحكام كاين ظروف تاع المؤتمر راها الناس جاية جاية من منطقة المنطقة واحد راكب على بغلة واحد يمشي وهذه باراجات في الطرق وهذه ذا في ذلك الحرب وذي راها الطائرة تتقنبل وهيكذا وهيكذا اتجي انت تلصق لي في هالكلمة هذي قال لي ماشا انتارك جاية دير كرسي ودير جل فقر جل واتجي قدامك والبيستاش وتجي تقول لي انت علاش هذي من حقك باش تسأل ولكن في نفس الوقت لازم تبحث بسبقاش فقط هو انك انت تسأل وبدون ما انك انت تبحث وتلقى ايجابات اذا انا في رأيي من ضمن هذه المقرارات اللي جاد في المؤتمر صمم هذه المسألة انت الاولوي انت السياسي والاسكري هذه تناقش فيما بعد الاستقلال الخطر عليه من حق الناس علي جل باش تطعن لما انت تعطي لهم الفرصة الناس درت الثورة وعلنت الثورة وفيما بعد انت تجي تقول لي انت يا تعطي للا الاولوي السياسي اذا لماذا داروا الثورة اذا داروا هالي جل باش ما يرحوا يتحاوروا مع فرنسا وباش يتناقشوا مع فرنسا على واش تعطينا وعلى واش نمدوه لا هما داروا الثورة من اجل طرد فرنسا نهائيا فيما بعد بطبيعة الحال لا بد من مفاوضات هذا امر مفروق منه ولكن ما لازمش تكون المفاوضات على حساب الجزائر لما تقرأ الاتفاقية تائفيون تقدر تقول بقراءة موضعية وانها حققت بعض الاشياء اعطات فرصة حتى الناس هذو حتى الناس هذو اللي جوا فيما بعد بنبلاء وبومتين هذه الاتفاقية تائفيون اقنعت فرنسا اولا هي ان تتنازل بعد ما كانت تعتبر الجزائر الفرنسية صارت تتناقش مع جبهة التحرير الوطني وقدمت تنازلات حتى اذا كان ما كانش مئة بالمئة ولكن قدمت تنازلات ولكن كان بعض الاشياء فيما بعد حرفت بعد ما مات بوب مدين مباشرة عاودوا ورجعوا من الباب واحد اخر المجموعة اللي هما اخترقوا صفهم فنتع الثورة كان منهم اللي اخترقوا صفهم فنتع الثورة ولقوا الفرصة والمناخ على جلباش هما يعودوا يرجعوا لماذا؟ لانه كان بعض الناس اللي يدينوا في قراءة مغريضة ومعلبينهم شو وشراهمي هما تترتب علي كلام انتاعهم هذاك مرات تلقاه هو يهيئ الارضية الناس واحد اخرين يجيوا وما يستغلوها بعد المؤتمر هذا انتاع الصمام وش شي اللي يحدث داروا هذك المجلس انتاع الثورة وداروا الحكوم انتاع المؤقتة وداروا القيادة انتاع الاركان وكذا مش منطقي هو انك انتاع لا تعترف بالمؤتمر تاع الصمام وتعترف بقيادة انتاع الاركان اللي جاب يهبو مدين منين جابو مدين هذا؟ عين روحوا حطوا روحوا ثم طول مباشرة انتاع قيادة الاركان مش منطقي بالاضافة الى انه بعد ما داروا هذا المؤتمر تاع الصمام مش شي اللي يحدث بعد ما داروا هذه الحكومة المؤقتة وداروا المجلس هذا انتاع ثم روح شي اللي يحدث اسألوا والله ابحثوا واقتش الجزاء واقتش المغرب وتونس تحصلوا على الاستقلال ابحثوا القاضية انتاع الطائرة اختطاف انتاع الطائرة واقتش حدثت لما من기로 الأستقلال كي تفهموا المسائل فهم على الصمام في هاد التائرة التي تsetificوها هل هنا بنبلة ولم يوج thereof من الناس الذين اختطفوا في هاد التائرة بنبلة ضد المؤتمر تاع الصمام صحه ولا لا لا ومعاه ناس اخرين في هذه الطائرة هل ترا بنبلة هم معاه يتحمد في خط واحد وش الشي اللي يجمعهم مع بعضهم وش هو الشي اللي يجمعهم ويروحوا هما في طائرة واحدة هاي هذا الناس اللي رعم يتفلسفوا هذو بنبلة وخيذر وش الشي اللي يجمعهم في طائرة واحدة لو كان ما كانتش الثورة هذي عندها بعد وطني حتى ولو انوا راهوا كين هناك خلافات ولا اختلافات ولكن مع ذلك كان مينموم المهم كانت كين اشياء هكذا تخيلوا لو كان ما اختطفوش الثورة اختطفوش الطائرة يكوش الشي اللي راه راه يحدث هو انه قال مثلا بنبلة قال انا لا اعترف بالمؤتمر تعصمم وبدأ هو يمشي فيها في التصريحات صار هو في السجن يعني رغم انه في رنسا راه هيخ ذاتهم ومداتهم حتى نقولوا راه صارت عملية اختراق حتى صار بيع سيدي هاي ونقولوا بللي سيباعوهم سواء من طرف المغرب ولا من طرف جهة واحد اخرى قالت باعوا وراء مدوهم ازيدي على جلباش هما يعطيوا ضربة موجعة للثورة الجزائرية ولكن في المقابل راه هذا الاختيطاف انتاهم وهذا السجن انتاهم راه فوت فرصة حتى بالاضافة الى ذلك صارت فيه اختراقات بعد القضية هذه انتا مؤتمر الصومة من بينها قضية تعالى بلويت وين صارت قضية تعالى بلويت هي الناس الفاهمين واذا تصدى لها أليست منطقة القبائل تحديدا وعميروش تحديدا ما كان يوكا من الناس اللي هما حاضرين في المؤتمر تصومة هانا الناس اللي راهinde فلسفو علينا ايضا مسألة مهمة جدا بعد هذا المؤتمر تاع الصمام وبعد هذه القضية تاع الاستقلال بعد انعقاد تاع المؤتمر تاع الصمام هذا وبعد هذه القضية تاع المغرب وتونس قضية تاع الاستقلال وش الشي اللي يراه يحدث ايضا القضية هذي كنتاع شارلو موريس الخط هذك اللي يداروه خطر لا كاينين بعض من الناس وما يعترفش بمؤتمر تاع الصمام ولكن يعترف بقية الاركان وما يعترفش بالمؤتمر تاع الصمام ولكن يعترف بالوليه السابتة هذا الخط هذا انتعشال الموريس اراه وذرك هو عزل هذا الجيش انتع التحرير هذا على الجزائر عزلوا هذا الخط هذا اللي يداروه بالتالي صار من الصعب يعني امداد الثورة الجزائرية بسلاح وحتى الى كاندوك مثلا هي فرنسا اراها ارادت هذا الشي فيما بعد هذا كل الجيش انتع التحرير هو اللي اخلط الحسابات تاع فرنسا بعد الاستقلال لانه كان جيش منظم وكان تحت القيادة انتع هواري بومدين لما دخلوا دخلوا في اطار منظم لانه الخراين كانوا كما يقولوا ها gezara The J Kirsh tune بواهد فرنسا ان نسمعوا نقول ان السيد هذا ها الراه كان في ويلية هذا هكذا هذا والله ما ه 요즘 فهم فى احد التحرير هذا كل جيش انتع التحرير هو اللي مصابة خلاقت الحسابات فرنسا جماعات تفقوا مع فرنسا في الاتفاقية وقدموا تنازلات الجيش التحرير هو اللي يتخل رغم انه كان تفاصلاته في فرنسا على الجزائر من خلال هذك الخط انتأشار له موريس جاه هو واخلط الحسابات سأسألو اقراهو ابحثو وقتش تخل بو مدين هذا الناس اللي ارى ما يقول لك بو مدين دار نقلاب وقتش تخل بو مدين تخل بعد خمسة جوية بعد خمسة جوية خلاص تخل ونقلا في سبتمبر جوية وقوتوا سبتمبر ها علاش مدرتوش انتم حكومة وعلاش مدرتوش دولة خليتو حتى جاب بو مدين هو وراه ونقلب عليكم ايضا هذا المؤتمر تعطاره بولس ما لازمش نفصلوه خطر عليها علاش ما تفاهموشو ما في مؤتمر تعطاره بولس ما تفاهموش لانه كيما كنت نقول لكم انا كان هناك ظروف انتاع الحرب تنقل انتاع الولايات الى غير ذلك من المناقشات كان بعض الاشياء اللي هي مش وقتها باش انت تناقشها لا في مؤتمر تعصمم ولا في مؤتمر تعطاره بولس ولا في مؤتمر تعالقاهرة مش وقتها باش تناقشها هذه تناقشها بعد ما تؤسس الدولة الجزائرية الحادثة ويكون عندك برلامان ويكون عندك مجلس دستوري ويكون عندك بلديات وولايات وعندك وزاراء وعندك حكومة شرعية وعندك كذا ورئيس الشرعي وكذا باش انت تناقش الامور جزائر كانت خارجة من استعمار من استعمار اللي دام يعني قرن واكثر من ثلاثين سنة وبالتالي هذه الظروف حنا لما تحدثناها في البداية انتاع المداخل انتاعي على القضية انتاع الدراسة انتاع المجتمع الجزائري اثناء فترة انتاع الاستعمار والاسباب انتاع الثورة تحدثت في هذه المسألة انتاع الظروف كين انتا تقرأ الظروف لهذا عبان رمضان قال راهو قرأة في المدرسة الفرنسية لازمك ايضا تشوف بومدين باللي راهو الظروف كان يقرأ في مصر لما انتدير هذه الظروف الواحد ما لازمش اتحرمها الى واحد اخر ظروف اذن هي حتمت بعض الاشياء المهم هو ما افترقوا في هذا المؤتمر هذا انتاع طارابلس فيما بعد راح صارت قرارات اسي محمد رح اقرأ رح ابحثت القبل لهذا يوسف بن خدره دار قرارات خطيرة عشية الاستقلال هو راح اخرج من هلك المؤتمر طارابلس متفاهمش مع ابن بلا وكذا وفيما بعد راح اتخذ قرارات قرارات خطيرة من بينها لتاع القيادة انتاع الاركانة زل بومدين وجماع انتاعو يدعي في الناس قال ما تعترفوش بيهو في كذا وما تعترفوش بالوسمون تاعو من بعد تجي تقول انتابل لي هو بومدين راحو دارلك انقلاب وحتى انه فيما بعد كان بعض الناس اللي يتحدثوا قال مثلا هذك بوبني دار هذك كانوا الان الحمد لله رغم كينا تسجيلات موجودة بالصوت وبالصورة كيفاش هو التقى باحمد بن بالله بالصوت وبالصورة كيفاش التقى وكيفاش جاء احمد بن بالله كيفاش يخرج وكيفاش جاء ودخل وكيفاش هذك الولايات هما مشاوا معاه وفيما بعد هما تقدموا حتى وصلوا للعاصمة احمد بن بالله كان ضد المؤتمر تعصمان لما تقول انت المؤتمر تعصمان قول مباشرة الاتفاقية تعيفيون فيما بعد المهم كان بعض الاشياء اللي حققها المؤتمر تعصمان كان بعض الاشياء اللي حققت هذه الاتفاقية تعيفيون ولكن كان بعض الاشياء اللي زاد حققها بم بالله وزاد حققها من بعده بومدين ولكن نحن الآن في 2018 نحن نبقى وذوق نحكيه على هذه الأمور ونبقى ونحن نحكيه مستمرين في هذه السراعات انتع قبيلي وانتع عربي وهذا رأيه مع الصمام وهذا رأيه ضد الصمام نبقى وذوق نحكيه فيه ونحن في 2018 أولاد نرام يضحكوا علينا ذرك لابد من التفكير في الآن في الحاضر في المستقبل لنتعي الجزائر ما لازم نحن نبقى وراء هائن انتعي أخطاء وقعت في الماضي يا أخوة وراء المشكلة نجيبوا بيان أول نوفمبر ونجيبوا المقرارات نتعى الصمام ونجيبوا الاتفاقية تايفيو ونديروا عليهم ندوى لا بيان أول نوفمبر قرآن ولا مؤتمر الصمام قرآن ولا اتفاقية ايفيو قرآن نجيبوا كل بيانات وكل المقرارات ونقشوها ونديروا مؤتمر للجزائر هذا اللي أنا ذوك عندي سنوات وانت حتى له مؤتمر للجزائر للمصلحات الجزائر لمصلحات الأجيال إذا كان فرضت علينا الظروف نقعده عام ونحن في النقاش نتناقشه عام والمهم نقوم نخرج للجزائر وما نبقى نحن نكرر ونشتر في أخطاء وقعوا فيها نسق بالنا ونحن ندفعه في الثمن تاعها بنا بولدنا إذا كان نبقى نستمر في هذه الأخطاء وربما قادرين نورثوا حتى الأخطاء هذه الأولادنا والولدت أولادنا لذلك الأخوة والأخوات أنا رأي أن أعطيت لكم هذه هي القراءة نتاعي للمؤتمر تاع الصمم المؤتمر تاع الجزائر رأني تحدثت عليه في تسجيلات سابقة وتحدثت عليه منذ بداية النشط تاعي في الموقع تاع اليوتيوب ولكن طورته يعني من خلال أفكار جديدة وما زنني الي اليوم رأني ندرس ورأني نطالع ورأني نسموه كل مرة نزيد نعود نحسنه كل مرة نزيد نعود ألا جل باش نراجع بعض الأشياء كأن بعض الأخطاء التي ربما الإنسان يقع فيها ليس الإنسان نبي ولا رسول الحمد لله أراني بشر مثلنا مثل الناس نصيب ونخطئ ولكن مع ذلك لست من النوع لك الذي يسر على الخطأ المهم المؤتمر تاع الجزائي أراني تحدثي عليه ورأني دير الوثيقة هذه الوثيقة قابلة للنقاش وقابلة للثفراء أراني انتظر في المداخلة تنتعكم في التعليقات تنتعكم بتتمنى على جلبه مش تكون تعليقات إيجابية مش بالضرورة هو أنه تكونوا معايا قادر هو أنك انت مثلا تدير انتقاد ولكن انتقاد بالنقل اللي هو يخدم القاضية مش يجي انتا تخلي هذا الموضوع هذا اللي أنا راني حكيت فيه هذا البحثة اللي تكلمت فيه هذا القراءة اللي مديتها وجي انتا تهاجمني في شخصي قال انتا جاهل وانتا ما تعرفش وانتا وشك وانتا كذا وتتخلي انتا هذا كله بنتا الحوار وجي انتا تهاجمني في شخصي ومرات انتا تقول لي عليش وقفتني أنا من ناقشكش لما يشوف أنا واحد من هذا النوع اللي هو يخلي الأفكار ويخلي النقاش ويبدأ هو يتهجم مع الأشخاص ويتهدمك جاء ما نحكي ما نحكيش معك مباشرة عندي البوتون هذي كنقفلك وبسلامة بالعافية أو كالناس اللي هو يجي باش يلفت الانتباه يجي هو يسبك او يجي هو يديرلك رابط على جلبه باش ينقل الناس الصفحة واحد اخرى ما نعطكش الفرصة نغلق لك الحساب بتاعك وبسلامة بالعافية هذه المدخلتي ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر